انا اسمي طارع عطية انا مدير مؤسس البرنامج المصري لتطوير الاعلام سمعيني كويس اوكي انا النهاردة موجود كاحد الشركاء الاقليميين لفيسبوك جورناليزم بروجيكت او مشروع فيسبوك للصحافة فيسبوك جورناليزم بروجيكت هو مشروع فيسبوك عملاء في العالم كله عشان يبقى فيه جسور تواصل اكتر بين المنصة اللي كلنا كاعلاميين بنعتمد عليها وبنشتغل من جواها وعن طريقها والشركة نفسها فيسبوك اللي هي يعني بتأثر في شغلنا كتير فلازم يبقى فيه نوع من التواصل الدائم عشان نبقى دايما بنتطلع على ما هو جديد في الفيسبوك وازاي نقدر نستفيد اكتر من الامكانيات اللي موجودة على المنصة انا بالاساس صحفي اشتغلت 15 سنة كصحفي في مؤسسة الاهرام في مصر وبعد كده دخلت في مجال اسمه تطوير الاعلام عشان كده الشركة اللي انا اسستها اسمها البرنامج المصري لتطوير الاعلام اساس شغلنا ان احنا فعلا بنشتغل مع الافراد والمؤسسات الاعلامية عشان دايما نحاول نبقى كمؤسسات عربية مطلعين على ما هو الاهم والاجدد والافضل في الممارسات الصحفية والاعلامية بالنسبة للبرزنتيشن النهاردة احنا عندنا ساعة مع بعض حنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقسم الساعة دي بين التلات فصول اللي موجودة قدام حضراتكو ازاي نجمع الاخبار على فيسبوك ازاي نعمل مشاركة للقصص بتاعتنا على فيسبوك مع الجمهور وازاي نزود التفاعل مع الكراء بتوعنا على المنصة داخل كل واحدة من دولة في كذا ساب هادنج يعني عادة الورشة دي ممكن نقعد فيها ساعة ممكن نقعد فيها ساعتين ممكن نقعد فيها يوم كامل لان الفيسبوك فعلا بحر كبير جدا وفيه امكانيات كتيرة جدا فحنحاول على قد ما نقدر ان احنا نغطي كتير من الحاجات دي بس موعدكوش ان احنا هنغطي كلها وحنحاول كمان يبقى فيه تفاعل بيننا وبين بعض عشان اكيد هيبقى فيه اسئلة وحاجات نقدر نكتشفها مع بعض قبل اي حاجة انا عايز اتكلم عن يمكن اهم حاجة في الفيسبوك اللي هي النيوز فيد بالعربي احنا عارفينها كاهم الاخبار اسمها اهم الاخبار لو جينا نفكر كمستخدم للفيسبوك مش كاعلاميين هنقول بالنسبة لكل الناس اللي موجودة على المناصة والهما فوق الاثنين مليار بني ادم في العالم بنستخدم الفيسبوك كل يوم ممكن من الصبح بدري ممكن اول حاجة بنعملها الصبح نحنا بنفتح التليفون وبنبتدي نتصفح النيوز فيد نشوف مين نشر ايه من اصدقائنا من قريبنا من الصفحات اللي احنا مشتركين فيها من البرانز اللي احنا عملين لها فولو فيه ناس بتتصفح النيوز فيد لمدة خمس دقايق فيه ناس بتتصفح النيوز فيد لمدة نص ساعة فيه ناس بتقعد ساعة فيه ناس بتطول اليوم عاديين يبصوا على النيوز فيد فيه ناس بتبقى اخر حاجة في اليوم بيعملوها اكيد دي التجربة بتاعتكم وانتم برضو ولكن كتير مننا واعتقد معظمنا مش عارفين النيوز فيد ده بيتشكل ازاي بمعنى ازاي الخبر اللي هو اول واحد ده بيطلع اول واحد وتاني واحد وتالت واحد واحنا بقى كاعلاميين لو احنا بنعمل اخبار بنكتب احنا اخبار او بننشر فيديوهات او صور طب ازاي الحاجات دي هل بتوصل للجمهور بتاعنا ولا لا وايه اللي يخليها توصل اكتر كل دي اسئلة هنحاول نجاوب عليها في السؤال ده ما المقصود بالخوارزمية او الالغوريثم اللي بيشغل النيوز فيد بتاع فيسبوك انا مش احسن واحد اشرح ده احسن واحد يشرح ده هو المدير اللي هو مسؤول جوه الفيسبوك عن الالغوريثم هو اسمه ادم مسيري هو كان الفيسبوك بتاع فيسبوك والجوب تايتل بتاعه الفيسبوك بتاعه يعني هو اللي كان شغله شاغل كل يوم انه يطور النيوز فيد ويحسنها وحاجات زي كده فهو بصراحة بيشرح الموضوع بشكل مبسط جدا وبشكل يمكن يساعدنا ان احنا يعني نفهم اكتر بحيث نستفيد اكتر من النيوز فيد نفسه ممكن نبتديها من الاول بعد ازنك جيمي سيكون ادام الان وهم ام اون اه واسطن بيسمات جيب اي بيسم ادام وان احنا اعمل ان اشتغل النيوز فيد مهلاً لنطبع نعم بخير نعم بخير لنظر نعم بخير نحن 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 ندعون مستقبل أمور مستقبل مستقبل نعم بخير نعم بخير نعم بخير منظر لنظر تسليل ترجمة نانسي قنقر 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 هل عملت لايك او شير او كومنت مع المنشورات اللي موجودة. ده دي احد المؤشرات المهمة جدا اللي بتحدد اذا كان المنشور ده حيطلع فوق ولا هيفضل تحت. الحاجة التانية زي ما ادم قال انه الالجوريثم بيبعارف كمان انا موجود في منطقة فيها انترنت كونكشن عامل ازاي. يعني انا لو في منطقة الانترنت كونكشن بتاعها ضعيف يبقى غالبا الفيديوهات مش هتطلع بشكل قوي في النيوز فيد بتاعي يعني بيقدر يحدد ده لان طبعا لو الانترنت مش قوي مش هقدر اتفرج على فيديو او الفيديو مش هيشتغل كويس فالاكسبرينس نفسه مش هيبقى كويس. طبعا في نقطة تانية اسمها الريليفنس او هل المنشور ده له علاقة بحادثة او خبر او ترند كل الناس بتتعامل مع دلوقتي او بتتكلم عنه. ده بالنسبة للمؤسسات الاعلامية مهمة جدا معناها انه لو في حاجة او حاجة خبر معين وانا عندي شغل له علاقة بالموضوع ده انشر في الوقت الصح عشان الالجوريثم بيبص على الحتة بتاعة الريليفنس بتاعة الحدث. في الاول في الاخر بعد كل ده الالجوريثم بيقوم مدي كل منشور سواء المنشور ده صورة او جملة او ستوري كاملة او فيديو بيديله ريليفنس سكور. فهنشوف كده نموذج للسكور ده عملا ازاي. يعني مثلا الخبر ده اخذ من ناشنال جيوغرافك اخذ سكور 1.4 ده اخذت 1.2 وده اخذت 0.7 وده معانا انه في النيوزفيد ده اللي هتظهر الاول وبعد كده دي وبعد كده دي. باست على السكور بتاع كل واحد فيهم. عايزين نتخيل ان احنا لو بنوعد على الفيسبوك ان شاء الله بنوعد عليه طول اليوم يعني عادنا معاقب 3 اربع ساعات غالبا عمرنا ما هنخلص كل الحاجات المنشورة في الانفنتوري بتاعنا. وعشان كده مهمة قوي انه نبقى فاهمين ايه المؤشرات وازاي نحسن الشغل بتاعنا ونحط فيه الاناصر اللي تخلي بتاعه يعلى عشان الجمهور بتاعنا يشوف المنشور بتاعنا على النيوزفيد بتاعهم. هنا من من الليستة دي كلها اللي هي قيم اخر الاخبار هركز على واحدة بس اللي هي اول واحدة انه اهم حاجة في النيوزفيد انه هو معمول مينلي عشان الناس تتواصل مع بعض كاصدقاء وافراد من نفس العيلة. هي معمولة عشان كده احنا كمؤسسات اعلامية واعلميين استفدنا من وجود النيوزفيد كطريقة ان احنا نوصل شغلنا للجمهور ولكن هي ما كانتش معمولة اصلا عشان كده هي معمولة عشان التواصل بين الناس. فلو احنا فاهمين دي وهنخش في تفاصيل اكتر بعد شوية. لو احنا فاهمين الهدف الرئيسي من النيوزفيد انه هو للتسلية والمعرفة بين الفرينز والفاميلي هنقدر نشكل الشغل بتاعنا عشان ينجح في النيوزفيد ويوصل لناس اكتر. هشرح لكم ازاي دلوقتي. ده كان خبر مهم جدا حصل من اكتر من سنة. اثر في شغلنا جدا يمكن تكونوا فاكرينه. في يناير الفين وتمنتاشر مارك زاكر برج اللي هو طبعا رئيس الفيسبوك كتب البوست ده والى حد ما هو غير حياتنا كلنا كاعلمين بالبوست ده. كان قبل كده طبعا حصل شوية تغييرات في النيوزفيد اكيد انتم تابعين ان الريتش بتاع الشغل بتاعنا كان قل او او كانت غير. بس هنا بقى الموضوع اتحسم في البوست اللي هو بتاع مارك زاكر برج في يناير الفين وتمنتاشر لما قال بوضوح شديد جدا ان احنا حنميز الشغل اللي هو من الفرينز ان فاميلي مش الشغل اللي طالع من المؤسسات الاعلامية بمعنى ان المؤسسات المؤسسات الاعلامية هتحس بي ريتش اقل لشغلهم. طيب هل ده معناه انه خلاص شغلنا مش هيوصل للجمهور. لا هو معناش كده. المعنى انه احنا محتاجين نعرف ازاي داخل التغيير ده. انه نشتغل بشكل ان الشغل بتاعنا ما زال يوصل ويمكن يوصل لناس اكتر حتى عشان احنا فاهمين ايه اللي هيخليه يوصل للجمهور. اهم حاجة في الموضوع ده هي التفاعلات المفيدة او بالانجليش. ميننجفول سوشيال انتراكشن. وتاني هارجع وعيد فكرة انه الفيسبوك هي ما هياش بالاساس منصة لجمع الاخبار او انتشار الاخبار او حاجة زي كده هي في الاول في الاخر منصة للتفاعل بين الناس. فاحنا لو واحنا بننشر شغلنا هاطين في اعتبارنا انه الشغل بتاعنا لو فيه تفاعل بين الناس والشغل بتاعنا هو ده اللي هيخلي الرانكينج يزيد ويخلي الشغل بتاعنا يبان. بمعنى اخر كتير مننا كاعلاميين بنستعمل الفيسبوك مجرد كوسيلة ان احنا نبعد ترافيك للويب سايتس بتاعتنا صح? يعني اعتقد ان كتير مننا بنستعمل ابسط الادوات اللي في الفيسبوك عشان نشير او ننشر الشغل بتاعنا اللي هي حاجة اسمها لينك بوست. يعني بناخد اليو ار ال من الويب سايت بنحطو في الفيسبوك فبيقوم طالع صورة وعنوان وبنقوم دايسين بوبليش. ده غالبا بيبقى معظم الشغل اللي بيطلع من الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية. ده مع الاسف مش افضل طريق ان احنا ننتشر على الفيسبوك او نوصل لناس كتير على الفيسبوك وخصوصا بعد التغيرات اللي احنا لسه متكلمين عنها. لان عادة اللينك بوست ما بيعملش تفاعل. والغرض منه بالنسبة لنا هو مجرد ان احنا نوصل الناس نخرجهم من المنصة على الويب سايتس بتاعتنا. مع النسبة اللي هي بتاعت الاعلانات اللي احنا بنكسب منها من الويب سايتس ده قل طبعا. حضراتكم لو بتشتغلوا في الجزئية بتاعت الاقتصاديات المؤسسات الاعلامية اكيد انتم عارفين ان الريفنو اللي بييجي دلوقتي للويب سايتس من الترافيك بيقل كل يوم. بسبب حاجة اسمها كموديفكيشن اف نيوز وحاجات زي كده. والاكشن بتاع اسعار البانر ادس في الويب سايتس. معظم المؤسسات متأثرة من الموضوع ده. فده معناه ان احنا لو غرضنا من الفيسبوك ان احنا نبعت الناس للسايتس بتاعتنا عشان ناخد كليكس وناخد اعلانات يبقى احنا خسرانين من الناحيتين. نمر واحد ما استفدناش من الجمهور او الريتش اللي ممكن نوصله على الفيسبوك. ونمر اثنين الترافيك اللي هو هناك في الويب سايتس. ما جابلناش فلوس اعلانات كتير. فالافضل ان احنا نفكر في المنصة بتاعت فيسبوك ان هي نفسها مكان الناس ممكن توعد وتتفاعل مع شغلنا بشكل اكبر. وده هيكبر البراند بتاعنا وحيقربه للناس. فيه ثلاث انواع من التفاعل على الفيسبوك مفيدة جدا بالنسبة لنا. اول حاجة هي فكرة ان حد يعمل رياكشن. لايك. لاف. انجري. واو. العلامات اللي هي بتبقى موجودة هنا. لو الخبر بتاعنا او المنشور بتاعنا خلى الناس تتفاعل بالشكل ده. ده بيزود الرانكينج بتاعه شوية في الالجريتم. بس الاحسن منه ان الشخص يعمل شير يعني يبقى عاجبه البوست لدرجة انه عايز يشير البوست ده مع مين بقى مع اصحابه وقريبه والمجموعة بتاعته على الفيسبوك. يبقى ده معناه ان انا وانا بنشر الخبر خليني افكر هل اخويا او اختي او والدتي او اصدقائي لما يقروا الخبر ده هيبقوا عايزين يشير الخبر ده مع اصحابهم ولأ. يعني محتاجين نفكر بالطريقة دي. نطلع شوية من دايرة انه ده خبر مهم عشان انا اعلامي فانا بغطي حاجة مهمة فالناس لازم تقراها ونفكر اكتر في هل الطريقة اللي انا تناولت بها الخبر او كتبت المنشور او الصور اللي انا حطيتها هل هي هتخلي اصحابي وقريبي افراد عائلتي يعملوا رياكشن للخبر ده ولا لا ده تغيير في التفكير شوية الافضل بقى من ان حد يعمل لايك او شير هو انه حد يعلق يكتب تعليق تحت المنشور ده هايل جدا ده هيزاود الريليفانس ايضا مور فالخبر هيطلع في نيوزفيد اكتر واقوى حاجة بقى في الكلام ده كله انه يحصل مش بس ان الناس تعلق لا الناس تبتدي تتكلم مع بعض تحت المنشور بتاعي تبقى فيه يعني المناقشة سواء بقى عميقة او غير عميقة يعني مش مهم اني نوع من المناقشة بس المناقشة بين الناس تحت المنشور بتاعي ده بيزاود الريليفانس سكور عالي جدا وبيخلي الخبر يوصل لريتش اعلى اعلى بكتير من اي خبر تاني هنا بقى دي او الجزء ده هو الجزء التاني من ازاي نقدر نطور شغلنا داخل المنظومة الجديدة دي يعني اول حاجة ان احنا نحاول نخلي الناس تتفاعل ولكن ما نقعش في المشكلة اللي اسمها استياد التفاعل ففي تفاعل اللي احنا حكينا عنه دلوقتي وفيه حاجة كلنا بنعملها وعملناها كتير اسمها استياد التفاعل لو كملنا في الممارسات اللي هي بتاعت استياد التفاعل برضو الالجوريثم هيعقبنا هيخلي الحاجات دي ما تظهرش عند النيوز فيتز بتاعت الناس جايز الكلام صغير قوي فيمكن تكونوا مش شايفينه بس لما قرأ لكم المكتوب هنا هتبقوا عارفين بالزبط هتكلم عن ايه فيه حاجة اسمها استياد التعليق استياد التعليق مكتوب هنا كومنت يس if you love rock and roll مين بيستعمل الاسلوب ده وهو بيشير اللي هو انت بتطلب من الجمهور بتاعك ياريت تعلقه بليز علقه على الخبر بتاعي احنا بنعمل ده كتير كاعلاميين الالجوريثم شايف ده فاهم ده بيقره ده سواء بالعربي او باي لغة تانية وكمان باللهجات المختلفة داخل اللغة فماش حنعرف نتحك على الالجوريثم اول ما الالجوريثم يشوف هذا النوع من الاستياد اللي هو علق لو سمحت علقه لو سمحت علقه لو سمحت حاجات زي كده على طول هيقلل الريتش بتاع البوست ده النوع التاني من الاستياد اسمه استياد الاشارة who is the mystery girl tag friends who look like her فبرده دي بنعملها كتير بننشر حاجة كده ونقول تاج صديقك الفيديو ده بيفكرك بيه او حاجة زي كده مش كتير من هنا برضو بنعمل حاجات زي كده برضو هي الفكرة هنا انه انا مش محتاج استاد التفاعل من الجمهور فعلا الجمهور ناصح جدا بيقضي وقت كتير جدا على المنصة الحاجة اللي هو عايز يعمل لها like او يعمل لها tag او يتاج صاحبه او يكومنت مش محتاج ان احنا نقول له يتاج الجمهور فاهم المنصة كويس جدا فبلاش نصطاد التاجز بلاش نصطاد التاجز بلاش نصطاد الكومنتز استياد المشاركة دي برضو بتحصل كتير جدا share with 10 friends for a chance to win a new convertible اعتقد دي برضو بنعملها بنشجع الناس ان هي شايروا ده مع اصدقائكو يمكن تكسابوا او يمكن يحصل حاجة زي كده ده برضو مش بيساعد ان الخبر ده ينتشر او المنشور ده ينتشر على المنصة عندنا بقى تقليد قوي جدا وخصوصا في المواقع الفنية والرياضية like this if you are aries love this if you are leo بنشوفها كتير لو بتحب محمد صلاح دوس like لو بتحب ميسي دوس love بلاش بلاش احسن لان الحاجات دي كلها الالغوريثم بيعتبرها استياد التفاعل فحيقلل الريتش بتاعها اخر حاجة استياد التصويت برضو ساعات بنعملها بنعمل زي بول كده vote on your 2018 goals وعايزين الناس بقى تعلق وتقول اني واحدة من الاربع اختيارات مش محتاجين نعمل ده جوه الفيسبوك في بول رسمي موجود بيديك الامكانية ان انت تعمل تصويت على سؤال معين بيدي اختيارات اثنين او ثلاثة او او اربعة وبيعدي جمع طول ما البول ده شغال ممكن تقول البول ده هيشتغل لمدة خمس ايام او ست ايام وبيبقى التصويت شفاف جدا بتبقى شايف كام واحد كل واحد بيبص على المنشور ده بيبقى شايف كام واحد صوت والريزولتس وصلت لإيه لحد دلوقتي فبلاش نعمل ده عشان نجيب كومنتس كتير والافضل ان احنا نستعمل الطول اللي موجودة جوه المنصه عشان نعمل البولس بس اخد اذا اسئله بعد ديئة واحدة بس ده بس بيأكد فكرة انه التغييرات دي مستمرة وفي نقطة بحب بحب دايما بس اقف عندها سنة انه احنا مش عايزين نعتبر نفسنا ان احنا بعاد عن التغيرات دي بمعنى ايه بمعنى ان التجربة بتاعت فيسبوك هي مازالت تجربة جديدة وخصوصا التغيرات اللي زي دي تعتبر تغيرات جديدة يعني التغير الكبير ده حصل من سنة وشهرين او سنة وثلاثة وشهر الادارة بتاعت الفيسبوك بتقايم دايما اداء كل المستخدمين بشكل دائم بمعنى ايه انه احنا كعالم عربي شغالين على فيسبوك كمنصات اعلامية واعلاميين وحاجات زي كده احنا جزء من التجربة الدولية دي وبالفعل احنا عندنا نسبة كبيرة جدا من اكبر الصفحات اللي عليها فولوورز وتفاعل وحاجات زي كده فالدافنتلي احنا جزء من التجربة ما نعتبرش ان الحاجات دي حصلة من برانا وبتأثر فينا وخلاص لا حسب ما احنا كمان هنشتغل مع التغيرات دي ممكن احنا كمان نأثر في الالجوريثم ويبقى الالجوريثم بيتغير بسبب شغلنا فخلينا نبقى دايما نفاهمين ده ان كلنا في التجربة دي مع بعض وهو الفكرة من اساس الكلام ده كله انه الفيسبوك عايزة المستخدمين يتبسطوا ويستفيدوا وهم بيستعملوا المنصة فعشان كده نبقى دايما بنفكر واحنا بنبوست ان احنا ندي معلومة نفيد الناس بمعلومة نخلي الناس تبقى مبسوطة او بتتسلى واثناء مصفحتهم للنيوز فيد بتاعهم نبقى فاهمين ان الناس اكشلي مش جاية فيسبوك عشان تدايق يعني كان في فترة كده معينة ان المؤسسات بتنشر اخبار كتير يمكن فيها عنف يمكن فيها دم فيها حاجات على اساس ان ده بيجيب ترافك او حاجات زي كده حقيقة الامر انه الفيسبوك يعني مش عايزة ان الناس اللي بتستعمل الفيسبوك تطلع من الفيسبوك وهي بتحس بسترس او متدايقة او حاجات زي كده ده مش غرض المنصة الغرض المنصة ان الناس تستمتع وتتعلم وتشوف حاجات وتتواصل وكل الكلام ده فبرده احنا بنفكر فيها نفكر ان ده سوشيال نتوورك سوشيال نتوورك فانستعمله على هذا الاساس هننجح في الانتشار فيه وبرده ما يعني ما فيش اي مشكلة ان احنا نعيد الجملة تاني ونقول وانتو بتنشروا الحاجات على الفيسبوك دايما فكروا في افراد علتكو في اصدقائكو هل الحاجة اللي انا بنشرها دي هتعجبهم ولا لا هل هي حاجة هيتفعلوا معها ولا لا اسأل نفسك او اسألي نفسك السؤال ده دايما والحاجة التانية اي معلومة بنسمحها هنا النهاردة ياريت نوصلها لبقية الناس في صالة التحرير لما نرجع تاني مؤسستنا لان الى حد ما في كتير من المؤسسات مش في العالم العربي بس في العالم كله في نوع من عدم التواصل بين الناس اللي شغالة على السوشيال ميديا والناس اللي شغالة على كتابة الاخبار او انتاج الاخبار وكل واحد بيبص للتاني نظرة كده يعني طب انت ما بتنشر ليش شغلي ليه طب الخبر بتاع ده كان مفروض انت تشيروا اكتر من مرة في اليوم فبتاع السوشيال ميديا يقول الصحفي بس انا لو شيرتوا اكتر من مرة الجمهور حيحس ان انا بعمله سبامينج وفيه مناقشات كده زي كده كتير في صالات التحرير حقيقة الامر ان كلنا في صالة التحرير لازم نشتغل مع بعض على انتشار شغل المؤسسة ككل فاي معلومة بنوصلها هنا ياريت نشارت مع بقيت يعني الفريق عندنا في المؤسسة بحيث كلنا نستفيد وبرضو دي مراجع معينة ممكن برضو نشترك فيها بحيث يبقى الاستفادة اكتر مع الوقت لان التغيرات دي مستمرة وبيحصل دايما تحديث وفيه دايما تجارب نقدر نستفيد من الاخرين فهنا المراجع اللي بتكلم عنها هو في مدونة موجودة على newsroom.fb.com المدونة دي بتتجدد كل يوم وفيها اخر التطورات بعض النصايح حاجات زي كده برضو فيه جروب مجموعة على الفيسبوك معمولا مخصوص للميديا.publishers يعني جروب معمول مخصوص عشان اسمه media.publishers ده جروب على الفيسبوك نقدر نشترك فيه.في نيوز لتر نقدر نشترك في النيوز لتر بحيث كل ما هو جديد يوصل لنا في الانبوكس بتاعنا بشكل دوري.و اخر حاجة لو عندنا اي سؤال او اي استفسار عايزينه عن النيوز فيد وكتير من الحاجات اللي اتكلمنا عنها النهاردة بلاس حاجات تانية كتير فيه منطقة كاملة اسمها مركز المساعدة للنيوز فيد. دي كلها مراجع اعتقد هتبقى مفيدة لو بصينا عليها وكمان لو وفرناها لبقيت افراد الفريق عندنا في المؤسسة في حد عنده اي اسئلة قبل من من كامل فضل ممكن بس الميكروفون مرحبا محمد اسامة من دبي بوست شكرا من فين لا فهم دبي بوست اهل الاعلام استفد جدا صراحة من المعلومات اعتني اياها شكرا ربما ما كنت موجود في البداية لكن حدثك اطرقت لبعض النصائح بعض الاشياء المهمة لكن من ناحية الفورمت للكونتنت بشكل عام يعني الجميع بعرف انه انستجرام اللي بيمشي عليه الفيديو تويتر المحتوى النصي والصور وما الى ذلك يعني بغض النظر عن اليو ار ال والروابط بشكل عام في حيرة بشكل عام انه فيسبوك هل هو الفيديو القصير هل هو المحتوى النصي شو هو الشيء الافضل او اللي بيمشي بشكل اكبر لكونسومشن للكونتنت بشكل عام بشكل عام تحديدا سؤال عظيم جدا واكشلي انت سألت السؤال ده في المعاد المناسب لان الجزء التاني من البريزنتيشن حاول اجاوب على السؤال بالظبط اللي انت قلته بس عايز بس قبل ما خش في التفاصيل اقول حاجة عامة عن السؤال انه في اه فورمت معروف انه هو اكتر فورمت منتشر على المناصة وهي الفيديو يعني ده we know it كارقام وحوريك الارقام دلوقتي بس فيه برضو كافيات او حاجة محتاجين نقولها انه مفيش فورميلا موحدة لأي مؤسسة اعلامية بمعنى ان كل مؤسسة لازم تبص على الانتاج بتاحها وتقرنه بالتفاعل مع الجمهور وتوصل للفورميلا الخاصة بيها وهو ده الجزء اللي حنتكلم عنه النهاردة مين من ده بس استطلاع كده صغير مين بيشتغل اكشلي سوشيال ميديا مانجر او يعني بيتعامل مع الحتة بتاعة مين بيشتغلش في السوشيال ميديا السكرين دي هي الشاشة الاولية لو انا ادمنستريتر للصفحة بتاعة المؤسسة هي دي اول حاجة ببص عليها كل يوم او كل اسبوع عشان ابقى فاهم الصفحة دي ايه اخبارها هل الجمهور بيزيد هل الناس بتتفاعل حاجات زي كده بفتح الصفحة ديه الاقي اني اقدر اشوف حصل كام بيج فيو الريتش بتاعي وصل لكام كام واحد تفرج على فيديوز الفولورز بتوعي زاده ولا لا وبقدر كمان احدد المدة الزمنية اللي انا بقيس فيها الحاجات دي يعني اقدر اقول في الشهر اللي فات جالي كام فولور جديد في الامبارح كان في كام واحد تفرج على فيديوهات او نسبة الناس اللي اتفرجت على فيديوهات امبارح كان ايه مقارنة بالاسبوع اللي فات حاجات زي كده اقدر احدد حاجات كتيرة جوه الصفحة بتساعدني ان انا افهم جمهوري عامل ازاي كتير من انا بنقف عند الصفحة دي بنقف عند الصفحة دي رغم انه التولز اللي موجودة جوه الادمين بيج دي قوية جدا واقدر استفيد من الاناليتيكس بشكل اكبر بكتير فانا حواريكو بس سكشن هنا اسمه بيبل اللي هو ده بيبل لما باجي اكليك عليه بلاقي معلومات اكتر ومفيدة وبقدر على اساسها ابني استراتيجية اللي حضرتك سألت عنها استراتيجية تحرير معينة بتساعدني ان انا اوصل لجمهوري او حتى اكتشب جمهور جديد ما كنتش عارفه فهنا هنا مثلا هنبص على بيبل وجوه بيبل بقدر كمان اختار من الثلاثة تابز اللي موجودين فوق فجوه بيبل انا بختار اذا كنت انا عايزة شوف ايه اللي بيحصل مش بس بيبل عمتا اللي بتتبعني بس مين اللي هو بيتفاعل معي من البيبل فخلينا نبص على المؤسسة دي هنلاقي انه بالنسبة للفانز ناس اللي عاملى فالو او لايك للصفحة دي اللي هي بالرمادي دي اللي بالرمادي وبالنسبة للناس اللي بتتفاعل معي في الصفحة ده اللي بالازرق فالشارت اللي هنا ده او الرسم البياني بيوريني نسبة التفاعل عند الجمهور او الفانز بتوعي سواء هم رجالة او ستات او بالاعمار المختلفة اللي موجودة هنا اول حاجة هنكتشفها لما نبص على التشارت ده هنقول الصفحة دي اربعة وستين في المية من الفانز بتوحها رجالة وستة وتلاتين في المية من الفانز بتوحها سيدات يبقى دي ان هي صفحة تهم الرجالة او الاخبار اللي فيها او المحتوى اللي فيها يهم الرجالة اكتر من السيدات على الاقل دي النسبة بتاعت الفولورز بس تعالوا نبص بقى على الحتة الزرقة هنكتشف حاجة تانية خالص هنكتشف انه اكشولي اتنين وستين في المية من الفولورز السيدات متفاعلين مع الصفحة او المحتوى اللي في الصفحة و 37 في المية بس من الرجالة اللي هم الاغلبية بتاعت الفولورز متفاعلين مع المادة اللي في الصفحة ده معناه حاجة من حاجتين معناه ان احنا كسياسة تحرير في الصفحة دي احنا مش بنلبي طلبات الجمهور الاساسي اللي احنا فاكرين ان هو مهم بالنسبة لنا او الجمهور الاساسي بتاعنا مش بيتفاعل مع المادة بتاعتنا الحاجة التانية معناها انه في فرصة هنا انه نتفاعل اكتر مع جمهور احنا كنا فاكرينه جمهور اقلية بس اتضح ان الجمهور الاقلية ده اكشلي متفاعل مع الشغل بتاعنا فميبي ده معناه ان احنا ممكن نزود الشغل للجمهور اللي هو السيدات دي قرارات بناخدها فين مش بس في السوشيال ميديا ادمنستراشن ديبارتمنت لا دي قرارات بناخدها في اجتماع التحرير وبنتكلم مع بعض فيها كسوشيال ميديا مانجرز او ناس شغالين على السوشيال ميديا كصحفيين كاديتور انشيف كناشر مفروض نبقى متفقين ان احنا نبص على حاجات زي كده ونتكلم عنها بشكل دوري سواء بقى يومي او اسبوعي او شهري الموضوع يرجع لكم بس هي دي استفادت ان احنا نستعمل الاناليتيكس طولز القوية قوي دي واحنا مجرد بصينا على واحدة او اتنين من الطولز ده بحر من الطولز جوه لو اعماقنا فيها شوية هنقدر نستفيد اكتر نوصل لنصايح مهمة جدا تقدر تغير كاملة استراتيجية التحرير بحيث ننجح اكتر على المنصة وننجح اكتر في النيوز فيد اخر حاجة في الحتة دي هي انه لو عايزة اعمل تجربة زي دي واقول طيب انا عايزة اجرب بقى انا عايزة شوف انا كده حسيت انه يعني او المعلومات كده قالت لنا انه طب ما تيجوا نعمل مادة احنا حاسين انها هتجذب اكتر السيدات انا ممكن جوه البوست احدد ان البوست ده بالنسبة الجمهوري مايروحش غير للسيدات اللي في الجمهور بتاعي حاجة اسمها audience restriction جوه كل بوست اختار مين اللي يشوف البوست خلينا نفترض ان انا عايزة اجرب بشكل محدد جدا ان السيدات اللي من سن 25 ل35 هم بس اللي يوصل لهم البوست ده برضو ممكن احدد ده يعني اقدر احدد الجندر والage وحتى ممكن احدد اللوكيشن بتاعهم كمان بس نبقى عارفين كويس قوي ان احنا لو عملنا التجربة دي الريتش بتاع البوست ده هيقل بس هقدر اجرب اجرب اشوف هل الاعتقاد بتاعي بعد ما بصيت على الاناليتكس صحيح ولا لا نجح ولا لا طيب اجاباتا بقى على سؤال حضرتك بالتحديد التشارت ده بيوري كم المنشورات عند مؤسسة اعلامية معينة زي ما قلنا في الاول معظم المنشورات هي روابط لينك بوست يعني دي كمية المنشورات بين روابط وصور مقاطع فيديو وفيديو لو نلاحظ هنا هنشوف ان هم بينشروا لينك بوست كتير جدا وفيديوهات اقل وصور اقل اللاين الاخضر هو لاين التفاعل بتاع الجمهور مع نوعية البوست في حاجة واضحة جدا تفاعل الجمهور مع الروابط والصور متوسط او قليل تفاعل الجمهور مع الفيديوهات عالي جدا طب ليه بقى المؤسسة دي مكملة في استراتيجية النشر انها بتنشر كله لينك بوست رغم ان التفاعل كله جاي مع الفيديو هي دي بارده من الحاجات اللي نستفيد من الاناليتيكس ونبتدي نغير السياسات بتاعتنا في سياسة التحرير والافكار اللي اللي نقدر نعملها على المنصة نعم ده فيسبوك فقط لغير ده فيسبوك فقط لغير ممكن ناخد اي اسئلة قبل ما ننقل لحاجة تانية خالص بقى نتكلم عن حاجة تانية خالص تفضل بقي في سؤال هنا تعالي مرحبا متري حجار من سبورت بي سيكستي من شام موضوع اللينكات هلا في عنا مشكلة هون البوبليشرز اجمالا انه اللينكس ضمن الرانكينج عليه سي او جزء منه تواجد اللينكس على السوشال ميديا فمرة تواجه البوبليشرز مشكلة انه حاول لا تخفف اللينكس كتير انه هذا بيأثر على الرانكينج على السي او طبعا فهي المشكلة كيف الواحد ممكن يحلها يعني نحن هون الفيسبوك عم بيرفض بمعظم اللينكات عم بيرفض اللينكات بالمقابل انه هي ضرورية للسي او فالواحد هون شو ممكن يتصرف يعني هي فيسبوك مش بترفض اللينك الفكرة هنا انه انه ممكن تعمل كل اللينك بوست اللي انت عايزها يعني محدش هيرفض اللينك بوست بس هي مش هتجيب الريتش اللي هتساعدك انك تنتشر قوي على المنصة مع التغييرات اللي حاصلة فمفيش مشكلة انك تعمل اللينك بوست كتير بس طالما انت شايف في فى الاستيقات ان التفاعل على المناصة يعني انت لو محتاج تعملها عشان الاس اي او ما بيجريتش. فهي هون المواضل اللي عم نقرح. يعني ما قدرش اجاوب بالتحديد عن التجربة بتاعتك بس بس صراحة الاعتقاد ده هو كان موجود في سلايد بس عشان عايزين نغطي حاجات كتير فمش هادر اقف عند كل حاجة بس طالما السؤال اضطرح دلوقتي. برضو برضو كتير مننا فاكرين انه احنا لو عملنا لينك بوست كتير وعملنا مثلا احنا عندنا مليون فولور كويس فاحنا بنعتقد انه السايت اللي فيه مليون فولور معناه ان احنا نعمل بوست كل عشر دقايق صح مش بيبقى فيه زي فورميلا كده معين لو انا عندي متين الف فولور يبقى انا عمل كل ساعة صح حاجة كده عندي تمانية مليون يبقى انا بنشر كل عشر ثواني. حقيقة الامر مفيش فورميلا. مفيش فورميلا معينة موجودة بتشتغل بالطريقة دي. كل مؤسسة بتدور على الفورميلا اللي يناسبها. ومفيش حاجة اسمها كمان انه الجمهور هيعتقد ان انا بعمله سبامينج لو انا بنشر كل لحظة. الالجوريثم برضو بيحل دي من نفسه. لانه مش عايز الاكسبرينس بتاعت اليوزرز تبقى السيئة. فانا اعتقد انه المؤسسة بتاعت حضرتك يعني انتو لو لو حاولتوا بس تبصوا على ايه الحاجات اللي بتشتغل كويس. حاولوا تعرفوا هي بتشتغل كويس ليه? وخصوصا مع النصايح اللي هي بتاعت الاصدقاء والعيلة وعدم استياد التفاعل. هاخد بس سؤال تاني وبعدين هنرجع تاني البرزنتيشن لان فعلا نريزو اريكو حاجات ليه علاقة بالفيديو والمجموعات. فمعلش الاستاذ بس كان الاول وبعدين هنعمل فاقرة تانية للأسئلة. مستزل هنا. طيب اذا بنا نرجع للسلايدز اللي قبل. تمام. اول شي السؤال هل هي بس الريستريكشنز على على الشيرابيليتي هي بس على الفيسبوك ولا تنطبق على الانستجرام بس اول شي. انا هنا بكلم عن الفيسبوك فقط لغير. بس فيسبوك فقط لغير. شغلة تانية في بعض الجهات اصلا بتدرب على هاي الامور. يعني بتقول لك اترك انت سؤال بالاخر لانه نوع من احترام للجمهور انه تونجيج. شو رأيك بالموضوع يعني يعني حاس فيه تناقض. ده سؤال جايد. طبعا ده سؤال جايد. اعتقد النمازج اللي انا ورتها هي استياد صريح وواضح. وغرضه هو ان انا يعني هزاود الريتش بسبب بالحكاية دي. بس لو اللي انت بتقول عليه ده جزء من المحتوى نفسه. اعتقد ده مش هيعمل للنتيجة السلبية. يعني في الاخر الاناليتيكس موجودة جرب وشوف. وغير الكلام. يعني احنا اصل اصل الاعلام زي ما انتم عارفين يعني ممكن كل يوم نجرب حاجة جديدة ونتست ونشوف. فما فيش مانع. نهاردة اجرب صيغة معينة. بكرة اجرب صيغة تانية. واشوف انا واحدة بتشتغل احسن. بس اذا الالجورثم ضدي. انا ممكن كمان انا ممكن كمان اشتغل على صيغتين لنفس السؤال. في نفس اللحظة. واشوف اني واحدة بتشتغل اكتر احسن. يعني دي ميزة ميزة الفيسبوك انه انه كمية الناس الموجودة على البلاتفورم. وكمية يعني يعني خلينا نفكر فيها حتى كايه. الفرد اللي بيقرأ. لما ييجي يشوف المنشور بتاعنا. ده بيمثل قد ايه من التصفح بتاعه على النيوز فيد. ثواني او اقل من ثواني بيعدي البوست. فاحنا محتاجين نفكر بطريقتين. اولا ان احنا نركز قوي في البوست. بس في نفس الوقت ان بفاهمين ان البوست ده حاجة اللحظية برضو. ارجو ان كنت ده يعني حاولت اجاوب. ما قدرش اجاوب بالتحديد لان زي ما قلت. هو مفيش فورميلة معينة. بس فيه نصايح او بست احسن الممارسات في العالم. وهواريكو شوية حاجات كده برضو ممكن تفتح افاق جديدة بالنسبة البلاتفورم والتولز اللي موجودة عليه. اول حاجة عايز اتكلم عنها هي فكرة يمكن راديكالية شوية بالنسبة المؤسسات. مين من مؤسساتنا او مين من الاعلميين اللي في العالم العربي بيبع عنده بيج خاص بي كصحفي او كموزيع مش بروفايل. طبعا احنا عارفين الفرق بين البروفايل والبيج. هنا الشارت ده بيورينا قد ايه البيج بيبقى فيه امكانيات اكتر بكتير. اولا اقدر عندي فولورز اكتر. بس يمكن اهم حاجة اني بقدر لما بيبع عندي بيج ان انا اشوف التفاعل مع الجمهور مع البوز بتاعتنا. رغم ان احنا كناس عندنا بروفايل وكده بيجي لنا يمكن اعلانات بتقول. اكتر عشان تعرف مين اللي تفاعل مع البروفايل بتاعك. مين اللي اتفرج على الصور بتاعتك اكتر. يعني اكيد شفنا الحاجات دي بس دي مش حقيقية. لان البروفايل مغلق بالنسبة لان انت تشوف. اكتشلي انت شايف بس مين اللي عمل لايك وحاجات زي كده بس انت مش عارف جوه مين اللي بص مين اللي شافه وكلم من ده. ما عندكش الباور في الاناليتيكس طولز اللي موجودة في البيجيز. فهنا ده ده تمهيد بس الفكرة انه في كتير من المؤسسات في انجلترا مثلا النموذج ده مش بس المشاهير هم اللي عندهم بيجز يعني احنا مينلي في العالم العربي المشاهير هم اللي عندهم بيجز. الموزيع فلان عنده بيج. الموزيع المغنية كذا. ممثل دول اللي بيبع عندهم بيجز. نيجي بقى عند صحفي زي جوش باري في انجلترا. هو اللي بيغطي مجال المواصلات في المدينة الصغيرة اللي هو عايش فيها. في ليفر بول. اوكي مش مدينة صغيرة قوي. بس مدينة متوسطة الحجم في انجلترا. وهو البيت بتاعه في الجورنال انه بيغطي مجال المواصلات. المترو والشواء والطرق وحاجات زي كده. ولكن بالاتفاق مع مؤسسته هو عمل بيج خاص به. في البيج ده هو بيفيد الجمهور المهتم بالمواصلات بكل المعلومات اللي عنده. والاخبار والمعرفة بتاعته في المجال اللي هو متخصص فيه. وبنى كميونيتي للناس اللي مهتمة بدها. نيجي بقى نرجع بقى لعالمنا العربي. انا اتكلم مثلا عن مؤسسته زي الاهرام اللي عندها طبعا صحفيين بيغطوا مجالات كتير جدا. فان طرق اقتصاد. المجال التعليمي. الصحة. هاو باوت السكن او الاسكان. كل الصحفيين دولة لما نيجي نفكر في الانتاج اليومي بتاع المؤسسة. هنلاقي ان ليهم فرصة محدودة. انهم ينشروا الاخبار بتاعتهم على المنصة الرئيسية او المنصات الرئيسية بتاعت المؤسسة. فالموقف اللي احنا فيه هو انه رغم الديجيتال ميديا وفكرة ان احنا نقدر ننتشر اكتر وننتج اكتر. بس برضو كل واحد بيغطي مجال معين له نسبة معينة من السبيس اللي يقدر يحتلها او يكتب او ينشر فيها داخل البيجز الرئيسية بتاعت المؤسسة. طيب اي رأيكم لو المؤسسات سمحت للصحفيين المتخصصين ان هما يعملوا بيجز خاصة بشغلهم. يعني صحفي المواصلات يبقى عنده بيج بيكلم بس عن المواصلات ويقول كل ما هو جديد وكل ما هو مهم والمعلومات اللي بيجيبها من المصادر بتاعته داخل الوزارة وكل الحاجات دي. وطبعا موضوع المواصلات في مصر على الآن موضوع مهم جدا للجمهور. ففي ناس كتير جدا مهتمة بيه. فحيبني كميونيتي. حتى لو كميونيتي ده خمس تلاف او عشر تلاف. ولكن ارتباطهم بالصحفي وارتباطهم بالمؤسسة اللي هو فيها هتبقى قوية جدا. لان بيفيدهم. ايسوا على ده بقى صحفي التعليم صحفي الاسكان صحفي كذا. فاي رأيكم في الفكرة دي تنفع عندنا تنفع في المؤسسات بتاعتنا. ولا في يعني مخاطرة كده معينة بنفكر فيها او يعني بنقول لا ده يمكن ما تنفعش. هو على مهم المخاطرة اللي عادة بتتقال هنا هي انه طيب افرد الشخص ده بعد كده ساب المؤسسة مثلا. طيب الصفحة دي بتاعت مين. حاجات زي كده. طيب الحاجات دي في الاول في الاخر ده ده هيكون اطار او اتفاق بين المؤسسة وبين الصحفي اللي هنسمح له بانه نعمل مع بعض التجربة دي. هنتفق على الحاجات دي ويمكن بعقد او اتفاق او حاجة زي كده قبل ما نبدأ التجربة. ده مش دوري ان انا اقول الاتفاق ده هيب اعمل ازاي. بس انا بس عايز افتح القفاق شوية انه دي ممكن تبقى فكرة جديدة ونبقى رواد فيها لو احنا كمؤسسات عملناها. نخلي صحفي الفان وبرده عايز يعني اقربها لكو شوية. ليه النهاردة ناس من خارج المؤسسات الاعلامية هم اللي اتشاهروا قوي في المنصة كنقاد سينما. او حاجات تانية. اكيد انتوا عارفين بتكلم عن ايه. هتلاقوا افراد معينة ما هماش اعلامين. فجأة بقوا هم الخبراء اللي في الفيسبوك اللي بيعمل فيديوهات بيقول مسلا نقد عن افلام وحاجات زي كده. طب راح فين الناقد بتاع المؤسسة العريقة. فين وجوده على على الفيسبوك النهاردة. اتمنى ان اكون شبهت شوية. ليه? الفكرة بقى ان المؤسسات طبعا شوية بتتأخر انها تمسك في التولز دي. وتجري بيها. وتشتغل عليها. ويراز الافراد اللي خارج مؤسساتنا. ما عندهش اي مشكلة. طول جديد على الفيسبوك. فيديو. لايف فيديو. كلام من ده. يلا. لاتس جو. وبيبنوا فولوورز. ويجربوا. حاجات زي كده. ويحسن. ويطور. بحيث هو بقى اللي خارج المؤسسة او هي. اللي بتبقى الخبيرة او الخبير في كل المجالات. ليه ده ما يرجعش يبقى. اللي موجود عندنا احنا كمؤسساتنا. احنا عندنا الناس. احنا عندنا الخبرة. احنا عندنا العمق. عندنا الحاجات دي. فضل عشر دقايق فاسمح لكم بس ناخد خمس دقايق نتكلم عن الفيديو. وبعدين ناخد خمس دقايق اسئلة في الاخر خالص لو في اسئلة. دي حاجة جديدة يمكن تكونوا شفتوها. ابتدت تظهر على. خصوصا في الموبايل. لو بتستعمله السمارت فون. وبتصفح الفيسبوك. هتلاقوا انه في علامة جديدة شكلها زي التلفزيون. ظهرت فوق في المينيو. اسمها فيسبوك واتش. فيسبوك واتش هو مكان الفيديوهات على فيسبوك. وده برضو اجابة على سؤال حضرتك. انه الفورمات اكتر فورمات منتشر في العالم كله كتفاعل وكده بين الجمهور هو الفيديو. حقيقة الامر ان في الفين وتمنتاشر كان معدل زيادة وقت المشاهدة بالنسبة للجمهور للفيديوهات زاد اربعتاشر ضعف. وكان فيه خمسين مليون مشاهد في الشهر للفيديوهات في الولايات المتحدة. طبعا ارقام كبيرة جدا والارقام في العالم العربي شبيهة والنسبة كمان شبيهة في العالم العربي. فده ده السبب الفيسبوك امت عاملة يعني سيكشن كامل تساعد الناس انها تتفرج على فيديوهات على طول. الفيديوهات اللي بننتجها في النيوز فيد اوتوماتي بتظهر في الواتش بس في بقى حاجات كتير ممكن لو عمقنا شوية في الواتش نشتغل عليها اكتر. دي بس طريقة بتوري بتوري اللي لسه مدخلش في في السكشن بتاع الواتش حاولوا تخشوا فيها وتشوفوا الفيديوهات تتعرض ازاي وازاي بتبقى موجودة وازاي لما حد بيحب فيديو من المؤسسة فبيجيلو فيديوهات تانية من نفس المؤسسة وحاجات زي كده. فهي فرصة كبيرة جدا ان احنا نزود التفاعل ونزود المشاهدات. اخر حاجة في الفيديو هتكلم عنها هي في فيسبوك لايف. حد تجربها? حد تجرب يعمل لايف? كانت ناجحة التجربة؟ طبعاً لايف له معين للجمهور مش بس على فيسبوك بس من اول ما لايف اختراع في ايام التلفزيون. ليه؟ لان البني ادم اول ما يشوف كلمة لايف بيجيلو احساس انه هيشوف حاجة فيها مفاجأة او حاجة هو لسه مش عارف هتنتهي بايه. فكلمة لايف في عالم الاعلام كلمة قوية جدا. ازاي بقى نستعمل لايف ان احنا يعني نعمل تجرب صحفية جديدة خالص. هنشوف عندنا فرصة ان احنا نشوف تجربة واحدة. النيويورك تايمز عملتها. اتمنى انه يبقى فيه حد عنده الجرأة في العالم العربي انه يجرب انه يشتغل على فيسبوك لايف بالطريقة دي لان احنا عارفين الشغل التقليدي بتاع لايف ان انا بروح مكان مؤتمر صحفي او حدث معين وبفتح الليف. ده كويس ده شغل شغل حلو بيجيب جمهور وساعات بيجيب تفاعل مع الجمهور على شكل اسئلة و حاجات زي كده. بس عايز اركز على التجربة بتاع ديبرا اكاستا في النيويورك تايمز لمدة دقتين عشان نشوف حاجة جديدة خالص لاستخدام الليف. ده فيديو يا جيمي. ممكن نعلي بس الصوت. في صوت للفيديو ده ولا. نو ارجع. نو ارجع. نعتبر ابوجه disadvantage. السلام عليكم. عليه المنصوري من صندوق العاشات ليمارة ابوظبي اهل مساحة. بما يخص استياد التفاعل بما phải استدمر الصون Johns UN Twitter. بما يخص استيادة التفاعل ممكن نحن نستخدم استيادة التفاعل بالطريقة اللي انت عرضت هنا يس لايك وهذا على فكرة انو نحن ندخل تجوجل يعني فري استراتيجيك انجاجمنت كذا 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 راح نحصل هذه الامور وناس مؤيدين لها وبقوة استخدمتها شخصيا في مؤسستي لاقت اعجاب كبير جدا زاد الانجاجمنت ولكن قلت المصداقية بعد فترة طويلة قمنا نشوف رديوسنج في الفلورز الفانز الامور هذي فاضطرين نحن نوقف هذه الامور عدد الانجاجمنت رفحتها مرة ثانية عن طريق اللايف نحن عندنا تحدي كبير في اي مؤسست فيه تحدي كبير يواجهها في ما يخص سواء كان منتجات او سيرفسس او شرات مثل هذه اني يوصل المعلومة يوصل ل البروجكت هذا نشوفها بعدين نتكلم احساسي المجمع خمل صناعة لانجاجن في نيويورك اخذت رش اي كلاب كودوكلا وناس لانجاجن في الفيس بوك انتي انا اشتركوا في القناة اوكي الفيديو خلص هنا بس انا ححكي هي قالت ايه او ايه الفكرة ورا القصة دي هي صحفية عادية في النيويورك تايمز كانت رايحة الشغل في يوم من الايام فهي وهي معادية كده في الشارع لقيت مجموعة من السلايدز طبعا مش كلنا عارفين السلايدز لان ده كان تكنولوجيا قديمة جدا هي السلايدز هي كانت النسخة الناجتيف بتاع السورة اللي قبل ما يبقى فيه بقى لابتوبس وباوربوينت وحاجات كده اللي كنا بنحطها في جهاز عشان نعرضها على شاشة كبيرة كان اسمها سلايدز يعني انا شفتها يعني فهي لقيت مجموعة من السلايدز على الارض مرمية جنب صفيحة زبالة في الشارع ولما بصت كده شوية زي اي صحفي شاطر لما يلاقي حاجة غريبة فابتدى يفحص اكتر فلاقيت ان الشنطة دي او الكيس ده مليان سلايدز ولما بصت على السلايدز لقيت انه اي ده ده السلايدز دي كمان فيها قيمة فنية معينة يعني واضح ان هي سلايدز من حد professional photographer طب الشخص ده رمى السلايدز دي ليه طب اكيد فيه مغزة فقامت مكلمة الاديتور بتاعتها في الجرنال وقالت لها على فكرة انا لقيت حاجة غريبة هنا اعرفت الخصية الجديدة في الفيسبوك اللي اسمها فيسبوك لايف ايه رأيك نعمل نطلع لايف دلوقتي كان نيويورك تايمز في الستوري دي فالاديتور بتاعتها قالت لها يلا جو واهد نجرب ده معناقي ان النيويورك تايمز اللي عندها ملايين من الفولوورز ادت الباور بتاع لايف على المين اكاونت بتاعها لصحفية ستبتدي تعمل تجربة في الشارع تجربة مختلفة فطبعا كلكم عارفين انه اول ما بنعمل لايف غير اي حاجة تانية في الفيسبوك بيجي نوتيفيكيشن لكل الفولوورز بتاعنا يعني في الوقت الحالي الفيسبوك عايز يميز لايف فبيدي نوتيفيكيشن لكل الناس وانتو اكيد كل يوم بيجيلكوا نوتيفيكيشن عن لايف رغم انه ما بيجلكوش نوتيفيكيشن لما حدا بيعمل بوست مسلا عادي او حاجة زي كده فعايزكو تتخيلو ان كل الفولوورز بتاع نيويورك تايمز قالهم النوتيفيكيشن نيويورك تايمز نيويورك تايمز is live now ففجأة بقى في جمهور كبير جدا يمكن الاف الناس بتتفرج على التجربة وهي وريتكو ازاي بتاعتها وهي بتبص على الصور وبتقول انا فلان الفلانية انا لقيت ده في الشارع كذا كذا وابتدى يجي تفاعل ناس تقول لها ايه ده غريب جدا ان انت بتبصي في الزبالة ناس تانية بتقول ايه ده الصور دي جميلة جدا ناس تانية بقى بتدت تقول انا شفت الصور دي في معرض سنة كذا هي الصور دي بتاعت المصورة المشهورة فلان ابتدت تفهم في اول live ان في قصة هنا في ميستري في مغامرة في حاجة ممكن تشد الناس فخدوا قرار غريب جدا رجعت صالة التحرير واتفقت هي والأديتور انه طب ايه رأيك نعمل بقيت التحقيق كله live برضو يعني ايه يعني احنا كصحفيين بنيجي نتكلم مع مصادر ممكن المصدر يقفل السكة في وشنا ممكن يقول لنا كلمة بايخة مش شرط ان الحوار يبقى perfect معاه لا هي قررت تعمل كل الشغل الصحفي ده على فيسبوك live تجربة مصيرة جدا انصحكم ان انتو تعملوا search على الانترنت على دابرا اكاستا نيويورك تايمز فيسبوك live experiment هتلاقيوا فيديو مدته عشر دقايق هيحكي القصة بالكامل مش هحرقلكوا القصة فيها قصة انسانية فيها مغامرة صحفية هيلة جدا وانا كحد مارس صحافة خمستاشر سنة قبل اختراع الحاجات دي كان نفسي ارجع في الزمن واعمل التحيات بتاعتي ومعايا التولز دي وأتمنى انتو كمان تحاولوا تعملوها في الـ لان فعلا بتعمل شيء جديد ومختلف كتفاعل مع الجمهور ونوع جديد من انتاج الاعلام بس مبني على نفس الفكرة بتاعت ان القصة تبقى مهمة وتهم الناس بس هنا بنقدر نبقى immediately مع الناس في التجربة فدي تجربة مصيرة عن فيسبوك live وكدا الوقت بتاعنا انتهى فأشكركوا جدا بما يخص الانجاجمنت اذا نحن نحسبها الـ return of investment كمؤسسة انا احتاج اني ما ادفع بس ازيد الانجاجمنت بس ازيد الانجاجمنت بس ازيد الانجاجمنت كيف انا ازيد الانجاجمنت في الانجاجمنت بس ازيد الانجاجمنت اذا نحن الانجاجمنت يكون عندي عالي طبعا في نقطة الـ organic post versus sponsor post يعني اه افتح انه لو انا صرفت فلوس على بوست مش جيد ما فيهوش حاجة مفيدة للناس مش مسلي مش بيصير اهتمام او فضول الناس انه هما يعملوا الكمنت مهما صرفت على البوست ده مش هيعمل الانجاجمنت حقا يعني الناس بتقول اللي معاهم فلوس هما اللي بيصرفوا على الـ sponsor هو اللي بيجيب حقيقة الامر انه احنا بنصرف يمكن على بوست احنا شايفين انه جيد جدا وارادي حاسين انه ابتدى يعمل انجاجمنت بناقدر نعرف ده في اول ساعة يعني لما نعمل البوست بيباين هل البوست ده عمل حاجة عند الناس فهنا ممكن نحط شوية فلوس في sponsor بحيث يزيد بس يكون الـ post already عمل الـ organic reach في الاول فانا الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقولها في الحكاية دي انه ريسك خدوه وخلاص بس الفكرة بقى انه التاكتكس اللي هدرك بتقول عليها دي هي مش بتيجي من اول مرة وهي only بتيجي يعني التحسن على الفيسبوك في الـ reach وحاجات ذي بتيجي من انك تجرب مرة واثنين وثلاثة it's a new technology ممكن نستفيد منها كاعلامين بس لازم نبقى مستعدين ان احنا نجرب وننجح ونفشل ونجرب تاني وحاجات زي كده فهي دي الفكرة ما نفكرش فيها بس كوسيلة للـ traffic او حاجات زي كده ده mainly message اللي انا عايزة اوصله انه هو عالم اكبر بكتير من مجرد فيترينا لشغلنا اللي في حتة تانية هو منصة فحد ذاتها محتاجين نبقى عايشين فيها لان الجمهور عايش فيها فهي دي يعني دي الرسالة الاساسية اللي انا كنت عايزة اوصلها لكو وبشكركم جدا على اهتمامكو ومع الاسف الوقت انتهى كان نفسي يبقى معاكو اكتر شكرا جزيلا اشتركوا في القناة